السلام عليكم وإخوانا أتمنى أنكم تكونوا بخير وإلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبة لفيديو اليوم سنحاول أن نشرح لكم كيف أنه لا تريد أن تصفت شيئا من السن المغرب خاصة أن يريد أن تصفت حويج أو شيئا نتجرب اليوم لديه حويج المغربي هنا وكيف لا تتعرفون بعد الظروف الكورونا صعب أنه يرجع وحاليا لا يمكن أن يرجع ويجب أن نشرح للمغرب لذلك سوف نرى أرخص شيئا الذي نستطيع أن نشرح للمغرب بقوة معي الفيديو اليوم سوف نشرح للمغرب لأن هذا العمل يمكن أن يكون لديه حويج حويج لا يريد أن تزال أو أن نشرح للمغرب كيف تكون طريقة أرخص للمغرب وكيف لا تتعرفه هذا العمل يجب أن تضغير من الأطفال بعد قوم سألتعرف قبل أن تضغير أقول أرى أن تحصل سألتعرف سألتعرف هذا الصحر وهذا سألتعرف هذا سألتعرف حويج في الداخل نحن 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 اخوان راني سفت هذو كل ملابس للشاب المغرب راني سفتهم من المغرب اه بنتسبب باش نشرح لكم يعني بعض النقط اللي ما شناهاش في هاد البرتي دي الفيديو اول حاجة مليك تبغي تمشي كيخسك جوش الحويج ما تكون غادي بعد ال مهم سوء على الاتشاينبوست مليك تمشي عندهم كتدي معك اول حاجة اللي حاجة اللي هي ضرورية جوالصفر الحاجة التانية اللي ضرورية هي الفلوس العاقة سواء تخلص بالتليفون سواء تخلص كاش باش ما بغيتي فمتي ما كيش الاشكال. اه النقطة التانية مليك تمشي لعندهم عندك الحرية انك تختار حاجة كيني مزاف دي اللي يصير فيه الصراحة كان يعني التالي بغيش يتصفت المغرب ما كينش غير في متي تشاينبوست كيني مزاف كين دياشا الكن فيديكس كين مزاف دي اللي كومباني تقدر تصفت فيهم ولكن اللي مهم هو انه بنسبة لتمن كيكون تمن غالي. اه علشان امشيت لتشاينبوست حاجة تمن حدقانانärم يعني عشرين كيلو كارتونة بحال عليهك في عشرين كيلو ديال اللاسميش وديال الحمايجص. بابات مهم مزاف ديالحواج اه كتصفت تقريبا بربع مئة و architectureية تالي. ربع مıyor والثلاثين اه ربع مئة و تلك رمينبيaci اه تقريبا درهم المغربي تقريبا واحد خمسمية و تسعين ستمية درهم تقريبا صراحة ماذا فرفيتش و لكن ما وصل الشلع شفونصرا ما وصل الشلعриг هذا هو لفونتاج يعني 20 كيلو بسمية درم هي حاجة اللي رخيصة بزاف هذي فمتي من جي اخرى دربة بنسبة المدة الزمنية بنسبة المدة الزمنية كتعرف هتصفت حاجة تاماً رخيصة رغادي تاخد مدة طويلة او لحدة حتى عندهم في سيرفيز عاودين فتانا بوز كتتخطار عاودين عندهم واش بغيت يتصفت بارتي في الطيارة او لو بغيت يتصفت في في شميشو في التران حتى كيني مزلت الدول كتصفت لهم في التران يعني كيش تران يمشى منها يمشى في بكين يمشى على روسيا تاكي وصل تقلق سميشو تاكي وصل بورتوغال او لا تاكين دي الناس اللي يمشي عندهم سميشو اللي يُقلي يمشو في التران اه بالنسبة للمغرب تصفت في الباطن في الباطن نورما نمو على حسب يعني أشمن البور قادي تخرج منو على حسب أشمن البور قادي تدخل منو في المغرب مهم عاودة لوحدة شهرين اه منيك تدخل المغرب تقريبا اول واحد خمسين يوم تل شهرين. غير هو بعد المرة تقدر فمشي تعطل في الديوانة ولا اشي حاجة غير هو في الديوانة رو ما ديش تخلص علي اشي حاجة را غادي توصل لك منيك توصل المغرب را كي يتصلوا بك يقولك فوالا را فمشي را عندك واحد الكلية را وصلت. اه بعد المرة را كي وصلوها تل الدار بعد المرة يقدر يتصلوا بك يقولك اجي عدنا لسميته اللاجونس هنا اجي تاخد تسميته الامانة دي الكرة توصلتي بوحد الامانة. مهمة اخوان هاتشي هو اللي كين اه نتمنى اني نكون مطولش عليكم يعني هذي فمشي را بزافة الناس اللي ربما يقدر ما 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 مش التجربة هذي ولا اللي ما عارفينش يقدر يكونوا كي يصفتوا. حتى لو بغيتي تصفت انا نقولك بغيتي تصفت بار اكزمبل اجرين كيلو او بغيتي تصفت بار اكزمبل فضيع عشال او او اول او او احت خمسة الاف درهم ولا خمسة الاف درهم ولا اكتر. يعني اذا فمتي القليلة يعني را فمتي التمن اللي غادي يكون غالي بزاف. مالك دعنا الوقت يعني ضغية ضغية ولكن راكس عارفين حويج حويج را فمتي اللي كنت تخلص عليم السالف درهم ستشتريهم بجداد. لش غادي تصفتهم يعني في هذا. لش هتصفتهم في فيدكس ولا في الدياشال ولا في هذا. مهم هذا هو اللي كان اخوان ما تنسوش جيم او بارتاج اه تنطلقوا ان شاء الله. بنسبة اللايف غادي يكون ان شاء الله نهارا لحد كيف ما قلت لكم ان شاء الله كله لحد غادي يكون لائف. ان شاء الله باش نجاوبوا على الاسئلة دي لكم بخصوص الدراسة وهذا. اه كنشكركم بزاف. الى مدركة الجيم دير الجيم والشارك في القناة تنطلقوا في فيديو جيد كن فيديو اخرى ان شاء الله اللي غادي نحاول نتكلم عليه والشراء عبر الانترنت كان واحد الاخ سولني عليه. هو ان شاء الله اللي غادي نحاول ندير هذا هو اللي جاي. اه الى كانت سعدكم اي فكرة ولا اي حاجة بغيتون اندر عليها فيديو هنخليوها لي في تعليقات راك نشوف قعد تعليقات واندر عليها فيديو ان شاء الله. تحية لكم وشكرا مزاف.